الحديث عن الموضوع سعيد باستضافة سيد الأستاذ محمد قندوز مدير المؤسسة العمومية لصحة الجوارية بوزريعة والمختص في صحة المدرسية مساءك سيد الأستاذ مساء الخير إذن بالحديث عن صحة المدرسية وعن هذا الأمر الذي صدرته وزارة التربية الوطنية والتي ألزمت فيها كل مديرية المؤسسات التعليمية في الوطن بإلزام كل التلاميذ بالملف الطبي سؤال أول هو هل يحظى التلميذ الجزائري برعاية الصحية المدرسية الكافية؟ شكرا الصحة المدرسية هي منظومة صحية شاملة ومتكاملة بمعية المنظومة التربية جنبا إلى جنب من خلال البرنامج الوطني للصحة المدرسية لتقوم المؤسسات الصحية بتنفيذه على مستوى وحدات الكشف والمتابعة هذه الوحدات تحتوي على وسائل وتحتوي كذلك على فريق طبي تكون من طبيب جراح أسنان إضافة إلى مختص نفساني إضافة إلى مساعد طبي هذا الفريق يقوم بداية السنة بما يسمى بعملة الكشف يعني للدي بيستاج ونحن توصلنا إلى نسبة مئة بالمئة في أغلب أغلب نقول أغلب الأماكن وأغلب المؤسسات الجوارية هذه عملية الكشف المرحلة الثانية اللي بدينا فيها هي عملية التلقيحات ونحن مشينا إلى نسبة سبعين بالمئة من عملية التلقيحات إن شاء الله قبل طرنط أفريل إن شاء الله نكمل عملية التلقيحات والمتابعة فيما يخص هذه العملية بالفعل نحن تلقينا التلاميذ على مستوى وحدات الكشف المتابعة وهذا بالتنسيق مع المؤسسات التربوية ولكن إذا كان فيها مشكل ربما هو موجود على مستوى بعض المؤسسات وليست كلها نعم في هذه النقطة بالذات كما تبعنا ربما أولياء التلاميذ وحتى التلاميذ تغيبوا عن مقاعد الدراسة بسبب إلزامية تقديم الملف الطبي على مستوى المؤسسات التعليمية في ظرف أسبوع يعني هل تم إبلاغكم قبل إصدار هذه التعليم وهل يمكن للمؤسسات الاستشفائية والصحية في الوطن استيعاب الآلاف أو ما يقدر بثمان ملايين التلميذ في كامل الطراب الوطنية نحن على مستوى المؤسسات العمومية الصحة الجوارية نعمل تحت إشراف مديرة الصحة لكل ولاية ومديرة الصحة هي ممثلة للوزارة التنسيق يكون على مستوى عالي والتنسيق يكون كذلك على مستوى محلي بالنسبة لبعض الجهات التي يقع فيها هذه المشكلة نحن نستدعي الزمالة لكي يقوموا بتنسيق أكثر فأكثر مع أول مدير المدرسة ثانيا الأساتذة وثالثا الوحدة يعني الوحدة وحدة الكشف المتابعة المتواجدة على مستوى المؤسسات التربوية ممكن هذه الوحدة تغطي مؤسسة واحدة أو مؤسسة أو ثلاث مؤسسات وهذا إنه على مستوى المؤسسات العمومية أو على مستوى المؤسسات الخاصة لنتكفلوا بهم كذلك التلاميذ موجودين على مستوى المدارس الخاصة هم يقوموا بهذه المدارس يقوموا بخدمة عمومية وبالتالي نحن نتكفلوا بهم كذلك والخدمة هي مجانية بالنسبة للتلاميذ إذا كان فيها مشكل أنا ندعي الزمالة لكي يقوموا بتنسيق أكثر حتى من ورطوش التلميذ ويولي هوارة هنا بين قطاع الصحة وقطاع التربية نعلم بأن وزارة التربية وكذلك الصحة تليان اهتمام كبير بصحة التلميذ حتى يرفع من مستوى تحصيله العلمي هذا الملف الطبي يلزم تلميذ بملء استمارة خاصة بكل ما يتعلق بحالته الصحية سواء من الزمرة الدوموية والقدرة البصرية نحن على مستوى المؤسسات العمومية الصحة الجوارية بتعليم من سيد الوزير الصحة وإصلاح المستشفى السيد عبد الملك بضياف قمنا برقمانة الملفات الطبية وهذا على مستوى المؤسسات العمومية وكذلك على مستوى وحدات الكشف والمتابعة هذه الرقمانة رقمانة الملفات الطبية تسهلنا عملية تسيير هذه الملفات لكل التلاميذ لأن من غير الرقمنا غير ممكن أن ننظم هذا القطاع وننظم هذه العملية من خلال رقمنات الملفات الطبية للتلاميذ ممكن أن نحصل هذه العملية في وقت قاسر بدون التأثير على سيرولة العملية الدراسية للطالب بالحديث عن رقمنات ربما الملفات الطبية للتلاميذ هل هناك متابعة دورية للطب والتلاميذ من خلال الصحة المدرسية؟ نحن قلنا التنسيق يجب أن يكون على مستوى عالي وكذلك على مستوى محلي بالنسبة لنا على مستوى محلي نحن مدراء مؤسسات العمومية للصحة الجوارية نعمل تحت إشارة في مدير الصحة نقوم بالتنسيق مع مديريات التربية ومديريات التربية من خلال المؤسسات العمومية التربوية تقدمنا برنامج هذا البرنامج يتم تطبيقه على الواقع وغير ممكن إذا كان فيه برنامج وإذا كان فيه فارق طبي وإذا كان فيه تنسيق على مستوى المحلي غير ممكن فيه باش يكون هناك مشاكل من هذا القبيل نعم برأيكم أنتم كمختص في صحة المدرسية ألا تعتبرون بأن تعليمة وزارة التربية جاءت نوعا ما متأخرة مع نهاية الفصل الثاني؟ أنا نظن يعني إنسان لابد يعترف بشيء أن هذه مبادرة حسنة وإحنا من جانبنا على مستوى الهيكل الصحية عدنا كفاءات وعدنا كذلك مخابر من أجل القيام بهذه العملية ولكن لابد هناك أن يكون هناك تنظيم تنظيم لهذه العملية فقط بالتنسيق والتنظيم نقدرون أن نوصلوا إلى مئة بالمئة من هذه العملية نعم شكرا لك سيد محمد قندوز مدير المؤسسة العمومية لصحة الجوارية ببوزار ريعة ومختص في صحة المدرسية كنت ضيفي في تساني دقيقة شكرا لك أستاذ